موسيقى الفيلم هو تساؤل عن السينما في لبنان وعن صورة بيروت بقلب هايدي السينما وشو محل بيروت بهايدي السينما وقديش هي شخصية مهامنة على هاي دولة الافلام ويلي هي بنفس الوقت مدينتي اللي عشت فيها كل حياتي فكطالبة سينما حسيت انه انا عندي مسؤولية يمكن تجرب افهم شو هي اي نوع مسؤولية عنده واي نوع انتماء بقدر حسه لهي دولة الافلام فالفيلم بيتركب حول الشخصيتين اللي هنه مروان ونور ومن جهة عنا مروان عم بجرب يقرخ السينما الليبنانية ويكتب كتاب عن تاريخ هايدي السينما بس بمحل من ورا كل الاشيى اللي نطار بلي عم بيلاقيها يعني مثلا افلام ما عم يعرف اي سنة او مين عن جد مخرجة او لا بيوصل لمحل وين بيصير مستحيل ان يكتب كتاب عن تاريخ السينما الفصل الاول ومن جهة تانية في عنا مخرجة شابة اللي هي نوري اللي هي انا عم بتخرج فيلم روائة بمدينة بيروت وعم ضلت تضرب على كل الوقت في اشياء بتخليها انه يأخر هيدا التصوير من جهة صوت من الجهة مثلا بناية كانت موجودة عسلة تصور فيها البطر موجودة فمتل كأنه المدينة عم تعمل نوع من رزيستنس لهيدا التصوير كانوا كل الصور والمشاهد مع مروان عبارة عن هو عم يبحث بالكتب او بالافلام وقتا صلت على الموتاج لحظت انه الفيلم عايز صور من هيدا الافلام اللي عم يحكي عمنا فهيدا ما كانت فكرة من الاول اللي هو ان استعمل صور الافلام الليبنانية بس لاحظت انه هيدول الصور كتير اساسية لانه بيخلقوا نوع من احتكاك على صعيد الصورة اللي هي ذاتة يعني على صعيد الفيلم يلي انا عم بعملو احتكاك بين الصور يلي انا عم بيخلقهم وبين الصور يلي انخلقوا بالناس مثل ماروان بغدادية او برهان علوية او حتى غسان سرها فماروان بيركز بالفيلم على كيف مدينة بيروت صارت شخصية بالافلام يلي انعملت بالسبعينات والمانينات بالتسعينات يعني وقت الحرب ومن بعدها يعني الفيلم بذاته خلانا ارجع لاقي ارجع اتواصل مع بيروت بغير طريقة بمحال من الفيلم استعملت مشهد من فيلم لانجمار بيرجمان المخرج لسويدي وهو مشهد لقلي كتير مهم لانه هو هيدا المشهد انه وقت حط بوج الصور من الافلام اللبنانية صورة من الريبرتوار العالمي اللي هو فيلم كتير معروف اللي هو صيف مع مانيكا بهيدا الطريقة بجرب اعمل هيدا الوصلة مع سينما بالعالم وما بس حد الفيلم لشي محالي ترجمة نانسي قنقر